واما في الاصطلاح فالصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة على تفصيل لدى المذاب والصلاة واجبة بالكتاب والسنة واجماع الامة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء فأما الكتاب فقول الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا وأما السنة فلحديث معاذنا رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل متفق عليه ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت متفق عليه وعن عبادة ابن الصامط رضي الله تعالى عنه قال سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة الحديثة وقد أخرجه أبو داود وصحاحه الألباني والآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة جدا وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة ولا تجب الصلاة على الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم أخرجه البخاري وهو عند مسلم في الصحيح بلغض وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر الرمضان فهذا نقص الدين ومما يدل على مكانة الصلاة وعظم قدرها في دين الله إجاب الله إياها على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام وإخباره عن تعظيمهم إياها وقد ورد ما يشهد لذلك ويدل عليه في مواضع عديدة من الكتاب العزيز فمن ذلك ما قاله الله في قصة يونس عليه الصلاة والسلام حين التقمه الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من المسبحين أي من المصلين وعن سعيد بن جبير وقتاده مثله وذكر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب بإسماعيل عليه السلام فأسكنه بواد ليس به أنيس دعا ربه تعالى فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ولم يذكر عملا سوى الصلاة فدل ذلك على أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها وقال تعالى وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود وذكر من دعائه رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال تعالى في شأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال تعالى في شأن إسحاق عليه الصلاة والسلام وذريته وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال تعالى في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة لذلك ذكروها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر